التزكية بالإيمان الخالص لله جل وعلا بالتوحيد المحقق على ضوء ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام والبعد عن ما يخدش هذا الإيمان وهذا التوحيد من بدع ومعاصي تزكية تكون بهذا مع الأعمال الصالحة التي أوجبها الله جل وعلا على عباده كالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر فهذه الصلاة إذا أُديت على الوجه المطلوب وأقيمت على ضوء صلوا كما رأيتموني أصلي فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وبهذا يندفع سؤال يلقيه كثير من الناس يقول نرى الشخص يصلي يصلي ومواظب على الصلاة لكنه مع ذلك صلاة ما نهته عن الفحشاء ولا منكر يزعب المنكرات ويترك واجبات نقول هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي يمتثل فيها قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وهذه الصلاة إن كفرت نفسها كما قال شيخ الإسلام فيكفي لأن من المصلين من يخرج بدون أجر ومنهم من يخرج بعشر الأجر ومنهم من يخرج من الأجر بالخمس أو الربع أو النصف ومنهم من يخرج بأكثر من ذلك وذلك فضل الله يتيه من يشاء لكن العبد لا بد أن يبذل لا بد أن يري الله من نفسه خيرا ويصدق في بذله وإذا علم الله جل وعلا منه صدق النية أعانه وإلا فكثير من الناس يقول حاولنا جاهدين أن نخلص في صلاتنا ونستحضر ونخشع لكن لم نستطع الإنسان يدخل المسجد ويخرج منه كأنه قد دخل أي مكان فيه اجتماع كقصر أفراح أو مدرسة أو ما أشبه هذا لا فرق ويخرج من صلاته كما دخل ويرجع إلى مكان يزاوله قبل صلاته نقول هذه الصلاة لا بد فيها من مراجعة النفس تراجع نفسك ما الخل الذي تطرق إلى صلاتك بحيث لم تترتب عليها آثارها قد يقول قائل صلوات الناس بهذه الكيفية صحيحة ولا باطلة الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين والذي لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر يزاول المنكرات تترك واجبات هذا ليس من المتقين والحصر في القبول إنما هو من المتقين فهل يقال بأن الفساق تجب عليهم إعادة صلواتهم ما قال بهذا أحد من أهل العلم صلواتهم صحيحة لكن القبول المرتب على هذه الصلاة ونفي القبول بالنسبة للمتقي القبول ونفيه عن غيره لأن الأسلوب حصر إنما يتقبل الله من المتقين مفهومه أن الفساق لا يتقبل منهم والمراد بهذا نفي الثواب المرتب على هذه العبادة ليخرج منها بدون شيء أو بالعشر أو بعقل أو أكثر فينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر بعض الناس يقول حاولت هذا شيء نجده من أنفسنا حاول الإنسان أن يستحضر يحاول والشيطان ينازعه في صلاته فلا يستطيع أن يتغلب على الشيطان لأسباب بدت منه هو هو زاوى الأشياء حالت دونه ودون تحقيق هذا الإقبال على الله جل وعلا تجد يحضر إلى المسجد من مكان فيه شبهة أو ينظر إلى أمور لا يجوز النظر إليها أو يتكلم في أشياء لا يجوز الكلام فيها فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه